أعزائي الطلبة عندنا هذا المثال الثالث يقول جد المساحة الجانبية والمساحة الكلية لهرم منتظم يعني يريد المساحة الجانبية هاي والمساحة الكلية للهرم يعني نستعمل بس لن القوانين هرم منتظم ارتفاعه الجانبي ثمانية سنتيمتر يعني هاي قيمة قيمة ال الارتفاع الجانبي يعني هنا نقدر نقول ال 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 ساوي النظمانية وقاعدته مربعة طول ضلعها ثلاث سنتيمتر طبعا عندنا قانون المساحة الجانبية مساحة الجانبية ال ال اي ساوي واحد على اثنين بي في ال 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 بي تمثل محيط القاعدة جزين احنا هنا محيط القاعدة شون حسبه محيط القاعدة يعني هنا ثلاثة وهنا ثلاثة وهنا ثلاثة ثلاثة سنتيمتر اذا جمعناهم يطلع محيط القاعدة شقد راح يصير ثلاثة في اربعة في اربعة يطلع لنا اثناش يعني هنا لبي قيمتها اثناش فمكان بيش نخلي اثناش النصف هاي موجودة بالقانون تبقى الاي ال ال ارتفاع بجانب ومطينا بالسؤال ثمانية فالثنين تروح ويامن ويض ثنعش تبقى بيش قاعد ستة اكيد ستة في ثمانية يطينا ثمانية واربعين هذا نص الحل طبعا المساحة بالسنتيمتر المربح يعني بالولوحدة المربحة لان هنا عدنا سنتيمتر زين هسا هاي المساحة الجانبية امتهت نجي المساحة الكليه قلنا بالمساحة الكليه نستعمل هذا القانون واحد على اثنين بي في اول واحد على اثنين بي في اول زائد بي واحد على اثنين هاي مال القانون بي قلنا قيمتها اثنين بي في اول الارتفاع الجانبي يعني نقدر نقول واحد على اثنين بي في اللي هي اثنين بي اللي هي اثنين بي في نخليها بقوة الال قيمة الارتفاع الجانبي ثمانية زائد بي هنا البيت شون نحسبها هنا البيت تمثل مساحة القاعدة البيت تمثل مساحة القاعدة مساحة القاعدة نضرب طول وضلح في نفسها ثلاثة في ثلاثة يطينا تسعة اكيد الثنين تروح وي الثنعاش او وي الثماني نفس الشي تبقى ستة ستة في ثماني ثماني واربعين نجمح ويامن وي التسعة يطلع لنا سبعة وخمسين سنتيمتر مربع ها طلعنا مساحة الكلية وانتهى السؤال وشكرا للمتابعة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة